صفة الصلاة الكيفية التي تصلى بها الصلاة على جهة التفصيل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأصل في صفة الصلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله في صفة الصلاة وإقراره على صفة الصلاة وما يستدل به على ذلك لأن الله سبحانه أمر بالصلاة في كتابه وفرضها على سبيل الإجمال وفوض إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تفسير ما أجمله وبيان ما أطلقه وقد كان جبريل أقام الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة أسري به والناس يأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالاً لأمر الله وتأويلاً لكتاب الله فسنته هي التي فسرت القرآن وبيّنت ودلّت على معناه وعبّرت عنه والفعل إذا خرج منه امتثالاً لأمر وبياناً لمجمل كان حكمه حكم ذلك الأمر وذلك المبين فتكون الصلاة التي صلىها هي الصلاة التي كتبها الله على المؤمنين وأمرهم بها في كتابه وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ومن معه حين بعثهم إلى قومهم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه أحمد والبخاري فلا يزال الحديث في بيان صفة الصلاة وهي الهيئة التي يكون عليها المصلي في صلاته والمقصود الكيفية التي تصلى بها الصلاة على جهة التفصيل والأصل في صفة الصلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله في صفة الصلاة وإقراره على صفة الصلاة وما يستدل به على ذلك فهذا هو مادة صفة الصلاة مادة صفة الصلاة في أمور الأمر الأول صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة وقد جاء عنه أحاديث في بيان صفة الصلاة الثالث إقراره على صفة الصلاة فيما جاء فيه الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال لبيان صفة الصلاة والسنة تأتي بهذه المصادر الثلاثة المصدر الأول الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من مصادر السنة والثاني القول قول النبي صلى الله عليه وسلم والثالث الإقرار فإن تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم من مصادر سنته نعم قال شيخنا عفى الله عنه وعن سهل بن سعد أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود فقال أما والله إني لأعرف من أي عود ومن عمله ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقر حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي متفق علي وهذا دليل على الاعتمام به في صفة الصلاة ويعلموا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل مثله وكان يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يريد بذلك أن يحفظوا صلاته ويعقلوها وهذه الأقوال نصوص منه في أن الأمة مأمورة أن تصلي كصلاته نعم هنا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الصلاة بصلاته صلى الله عليه وسلم بالفعل ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والمنبر شيء مصنوع من خشب له درجات يرتفع بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد عليه ليراه الناس وقد صلع ذلك له صلى الله عليه وسلم ليخطب عليه فإن الخطيب يكون في مكان مرتفع ليراه جميع من كان في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره عليه الصلاة والسلام كان يصلي على المنبر صلى على المنبر وذلك ليراه الناس جميعا وكان إذا أراد أن يسجد عليه الصلاة والسلام نزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر يعني على الأرض فكان يقوم على المنبر ويركع على المنبر ولكن إذا جاء إلى السجود رجع القهقرة رجع على وراءه صلى الله عليه وسلم ثم سجد في أصل المنبر أصل المنبر على الأرض فيسجد على الأرض صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ولذلك نقل الصحابة رضوان الله عليهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك تعلم الناس صفة الصلاة من فعله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي نعم قال شيخنا قال شيخنا عفى الله عنه قال وهذه الأقوال نصوص منه في أن الأمة مأمورة أن تصلي كصلاته على أن القاعدة الكلية أن أمته أسوته في الأحكام ما لم يقم دليل التخصيص وقد أجمعت الأمة على الرجوع في صفة الصلاة إلى فعله إما وجوبا أو استحبابا وأن هذا من الأفعال التي يشترك فيها هو وأمته وقد جاءت الأحاديث بصفة صلاته من وجوه كثيرة يأتي ما يحتاج إليه منها في أثناء الباب انتهى كلامه قال شيخنا عفى الله عنه واعلم أن صفة الصلاة قد كثر الخلاف في مسائلها بدءا من صفة التكبير وانتهاءا بالتسليم ووردت بعض المواطن فيها بالتنوع على ما نقله عنه على ما نقله عنه صلى الله عليه وسلم وهو من رحمة الله بهذه الأمة على ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم وهو من رحمة الله بهذه الأمة فلا يشق على المصلي فلا يشق على المصلي أن يأتي بصفة واحدة على الدوام وهذا الاختلاف داع إلى أن تكون صلاة العبد على صفة من صفات التنوع التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخنا عفى الله عن القيام إذا أراد المصلي الصلاة فإنه يكبر قائما فيجب على المصلي فريضة أن يصلي قائما إلا من عذر والدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم وقد أجمع أهل العلم أن القيام في الفرائض مع القدرة فرض قال ابن عبد البر رحمه الله وأجمع أن فرض القيام في الصلاة على الإيجاب لا على التخيير وقال النووي رحمه الله القيام في الفرائض فرض بالإجماع لا تصح الصلاة من القادر عليه إلا به ويستثنى من ذلك أمران النفل فيجوز للمتنفل أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام لحديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتق وكانوا يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد الثاني العجز عن القيام إما لمرض أو لكبر لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم متى يوصف الإنسان بأنه عاجز عن القيام قال النووي رحمه الله ولا نعني بالعجز عدم تأتي القيام بل خوف الهلاك أو زيادة المرض أو لحوق مشقة شديدة أو خوف الغرب ودوران الرأس في حق راكب السفينة قلت الذي اختاره إمام الحرمين في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه وقال ابن قدام رحمه الله وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به أو تباط أبرئه أو يشق عليه مشقة شديدة فله أن يصلي قاعدا أول أحوال المصلي إذا أراد أن يصلي أن يقوم فلا صلاة صحيحة للعبد إلا أن يكون قائما فإذا أراد المصلي صلاة فإنه يكبر قائما ولو كبر لتكبيرة الإحرام وهو جالس أو وهو في حال الخفاض في صفة ركوع أو لم يستتم قائما فإن صلاته غير صحيحة فإن الركن الأول من أركان الصلاة القيام مع القدرة القيام مع القدرة هو الركن الأول من أركان الصلاة والركن ما لا يقوم البناء إلا به فإذا سقط سقط البناء فلا يصح للمصلي أن يصلي إلا قائما إذا كان مستطيعا لقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين وقولنا بسرعة وسلم لعمران بن حسين صلي قائما وقد جاء الإجماع على أن القيام في الفرائض مع القدرة فرض قال ابن عبد البر وأجمعوا أن فرض القيام في الصلاة على الإيجاب لا على التخيير لكن يستثنى من فرضية القيام في الصلاة في أمرين الأمر الأول النفل المتطوع المتنفل له أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام ولو كان قادرا على القيام وصلاته جالسا على النصف من صلاته قائما إذا كان من غير عذر إذا كان من غير عذر والثانية من الحالات أو الحالة الثانية العجز عن القيام النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جم فدل ذلك على أنه إذا كان عاجز لكان المصلي عاجزا عن القيام جاز له أن يدعى القيام إلى الجلوس وإن كان عاجزا عن الجلوس فله أن يصلي على جم أو مستلقيا بحسب حالي وما هو ضابط العجز عن القيام هل أنه إذا كان عاجز عن القيام مطلقا بحيث أنه لا يستطيع القيام أبدا أو أنه يستطيع القيام لكن لو قام ازداد مرضه أو أنه لو قام تأخر برء مرضه أو جرحه أو نحو ذلك فإن الضابط في هذا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني قال إن أمكنه القيام إلا أن يخشى زيادة مرضه إذا كان يستطيع القيام لكن لو قام ازداد المرض أو تباطأ البرء يعني يتأخر شفاؤه من المرض لو قام يستطيع أن يقوم ويصلي قائم لكن هذا سيؤدي إلى تأخر برء المرض وشفاؤه من المرض أو يشق عليه مشقة شديدة يستطيع لكن مع مشقة شديدة فله أن يصلي قاعدة نعم أحسن الله إليكم قال شيخنا عفو الله عنه وحد القيام المجزئ ما لم يصراك عن الركوع المجزئ وعليه فلا يضره الإنحناء القليل ولا فلا يضره الإنحناء القليل ولا خفض الرأس وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وذهب المالكية على أنه لا يزئ القيام ملحنية ما هو حد القيام المجزئ حد القيام المجزئ أن لا يكون في حال الركوع وأخفض منه وأما إذا كان الإنحناء القليل أو خفض الرأس فإنه لا يضره عند جمهور أهل العلم لو كان خفض قليلاً أو كبر تكبير الإحرام وهم خفض رأسه قليلاً أو حنى جسمه قليلاً عند الجمهور أنه لا يضره هذا الإنحناء وعند المالكية أنه لا يزئ القيام منحنياً فالأولى أن يكبر المسلم تكبيرة الإحرام وهو قائم قياماً تاماً أن يكبر وهو قائم قياماً كاملاً نعم أحسن الله إليكم قال شيخنا عفا الله عنه وحد القيام المجزئ ما لم يصر راك عنه الركوع المجزئ وعليه فلا يضره من حناء القليل ولا خفض الرأس وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وذهب المالكية على أنه لا يزئ القيام منحنياً ويجوز المصلي أن يراوح بين قدميه وأن يقدم إحداهما على الأخرى لأجل ذلك قال ابن قدامة رحمه الله ويستحب أن يفرج بين قدميه ويراوح بينهما إذا طال قيامه يعتمد على هذه مرة وعلى هذه مرة ولا يكثر ذلك لما روى الأثرم بإسناده عن أبي عبيدة أنه قال رأى عبد الله رجلاً يصلي صافاً بين قدميه فقال لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل ورواه النسائي ولفظه فقال أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إليه قال الأثرم رأيت أبا عبد الله يفرج بين قدميه ورأيته يراوح بينهما ورؤي هذا ورؤي هذا عن عمر ابن ميمون والحسن ويحتمل أن يكون هذا عند طول القيام كما قال عطاء قال إني لأحب أن يقل فيه التحريك وأن يعتدل قائماً على قدمي إلا أن يكون إنساناً كبيراً لا يستطيع ذلك وأما التطوع فإنه يطول على الإنسان فلابد من التوكؤ على هذه مرة وعلى هذه مرة نعم يجوز للقائم أن يراوح بين قدميه يعني في الاتكاء على اليمنى مرة وعلى اليسرى مرة خاصة إذا كان مع طول قيام لا حرج عليه في ذلك لكن لا يكثر من ذلك يكثر من التحرك لأن المسلم في صلاته مطلوب منه شرعاء أن يقل من الحركة من غير حاجة وأن يخشع وأن يضبط جوارحه لوقوفه بين يدي الله جل وعلا نعم قال شيخنا عفى الله عنه وإذا أقيمت الصلاة والمصلي في المسجد فإن كان لا يرى الإمام فإنه لا يقوم حتى يراه لما أخرجه الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني وأما إذا كان الإمام موجودا يراه المصلون فقد اختلف أهل العلم في وقت قيام المأموم على أقوال الأول أنه يقوم إذا قال المقيم قد قامت الصلاة وهذا مذهب الأحناف والحنابلة الثاني أنه يقوم إذا انتهى المؤذن من الإقامة وهذا مذهب الشافعية الثالث أنه ليس لقيام المصل حد محدود شرعا وإنما يختلف باختلاف المصلين وهو أعدل الأقوال قال شيخ ابن بازر رحمه الله ليس في القيام للصلاة وقت الإقامة وقت محدد في الشرع المطهر بل يجوز للمأموم أن يقوم إلى الصلاة في أول الإقامة أو في أثنائها أو في آخرها الأمر واسع في ذلك ولا أعلم دليلا شرعيا يقتضي تخصيص وقت لقيام المأمومين عند سماع الإقامة ومن قال من الفقهاء أنه يشرع القيام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة لا أعلم له دليلا في ذلك أما إن كان الإمام حين الإقامة غير حاضر أما إن كان الإمام حين الإقامة غير حاضر فإن السنة للمأمومين أن لا يقوم حتى يروا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني قد خرجت حتى تروني قد خرجت رواه مسلم نعم إذا أقيمت الصلاة والمصلي في المسجد فإن كان يرى الإمام فإن كان يرى الإمام فإنه يقوم متى إذا قال الإمام المؤذن قد قامت الصلاة هذا على مذهب الحنفية والحنابلة وعلى مذهب الشافعية إذا انتهى المؤذن من الإقامة قام وقال طائفة من أهل العلم ليس هناك حد يرجع إليه في وقت قيام المأموم إذا كان الإمام حاضر أثناء إقامة الصلاة لأنهم يقولون لا دليل ولا نص على وقت قيام المأموم للصلاة إذا كان الإمام حاضرا يراه المصلون وهذا هو أعدل الأقوال لأن من يحد ذلك بحد كقول المؤذن قد قامت الصلاة أو بعد انتهاء المؤذن من الإقامة ليس عليه دليل الحال الثانية إذا أقام المؤذن والإمام لا يراه المأموم فهنا لا يقوم حتى يرى الإمام حتى يرى الإمام لأنه ربما يتأخر قليلا وربما أنه غير حاضر فليس لهم أن يقوم ليس للمأموم أن يقوم حتى يرى الإمام وقد جاء ذلك بالنص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني قد خرجت نعم قال شيخنا عفى الله عن تكبيرة الإحرام ثم يكبر قائلا الله أكبر وهذه التكبيرة تعرف بتكبيرة الإحرام فيدخل المصل الصلاة بقوله الله أكبر ولا يجزئ غيرها وهو قول الجمهور وذهب الحنفية إلى أنه يصح الشروع في الصلاة بكل ذكر هو ثناء خالص لله سبحانه يراد به تعظيمه ليس غير وقد استدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم استقبئ القبلة فكبر وبقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر التحريم في التكبير ولو كانت الصلاة تنعقد بغير التكبير لتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة لبيان الجواز وبما أنه لم ينقل عنه غير التكبير حتى مات حتى مات صلى الله عليه وسلم دل أن الصلاة لا تنعقد إلا بالتكبير قال ابن الهمام الحنفي رحمه الله وهو مقتضى المواضبة التي لم تقترم بتر فينبغي أن يعول على هذا نعم الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام هو أن يقول الله أكبر فيدخل المصلي الصلاة بهذه التكبيرة الله أكبر ولا يجوز غيرها فلو قال الله أعظم الله أجل الله أحكم ما تنعقد صلاته على الصحيح عند جمهور أهل العلم الحنفية خالف الجمهور قال يصح الشروع في الصلاة بكل ذكر هو ثناء خالص لله يراد به التعظيم وهذا قول لا دليل عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه مرة واحدة أنه افتتح الصلاة بغير التكبير الله أكبر وهذا أي هذه المواضبة التي لم تقتر بترك تدل على أنه لا يصح لا يصح أن يدخل الصلاة بغير الله أكبر نعم قال شيخنا عفو الله عنه وينبغي على المصلي أن يأتي بلفظ التكبير مبينا بلا قصر أو حذف أو تمطيط أو لحن يحيل معناه فمن حرف المعنى كأن ينطق لفظ الجلالة مستفهما الله أكبر أو ينطق أكبر مستفهما أكبر أو يمد لفظه أكبر فيقول أكبر فهذا لا تنعقد به الصلاة لأنه لم يأتي بالتكبير المشروع وأما مد لفظ الجلالة الله فوق المد الطبيعي فيصل به إلى ست حركات أو أكثر وهذا يفعله بعض الآئمة فهذا مكروه لأنه يفضي إلى التمطيط واللحن نعم على المصلي أن يأتي بلفظ التكبير مبينا إلى قصر ولا حذف ولا تنطيط ولا لحن يحين المعنى فمن حرف المعنى بنطق لفظ الجلالة مثلا بالاستفهام الله أكبر لم تصح صلاته أو ينطق أكبر مستفهما الله أكبر أو يمد لفظ أكبر يقول الله أكبر هذا ليس ليس لفظ أكبر على الوجه الصحيح أكبر جمع طبل بمعنى الدفة أو الطبل وإنما يأتي بها هكذا الله أكبر لا يقول الله أكبر أو الله أكبر أو الله أكبر هذه كلها لا تنعقد بها الصلاة لا تنعقد بها الصلاة وإذا سقط الركن سقط البناء سقطت الصلاة لا تصح صلاته المسألة مهمة بعض الناس يمد لفظ الجلالة يقول الله أكبر هذا مد ليس محله في لفظ الجلالة ليس هناك مد هنا فوق مد الطبيعي فبعضهم يمد حركات أو أكثر هذا مكروه لأنه يفضي إلى التمطيط والتلحين وإنما يقول الله أكبر ما يقول الله أكبر هذا مد في غير محله نعم قال شيخنا عفى الله عنه وعلى المصل أن يأتي بهذه التكبيرة بتمامها وهو قائم ولا تنعقد إذا أوقعها وهو لم يستتم قائما نعم كما ذكرنا هذا لابد أن يكون وهو قائم نعم قال شيخنا عفى الله عنه فإن كان المصلي إماما سن أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبسائل تكبيرات الانتقال وبالتسميع والتسليم لأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا أما القول فما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وأما الفعل فكل من نقل صلاته صلى الله عليه وسلم بأصحابه ذكروا أنه كان يجهر بالتكبير والتسميع والتسليم ومن ذلك ما رواه أبو حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبي ثم قال الله أكبر فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبي ثم قال الله أكبر ومن ذلك أيضا ما رواه سعيد بن الحارث أنه قال صلى لنا أبو سعيد الخدري فجاهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والعلة في ذلك ليسمعه من خلفه من المأمومين لتحصل متابعته قال النووي رحمه الله يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبتكبيرات الانتقالات ليسمع المأمومين فيعلموا صحة صلاته وأما غير الإمام فالسنة الإصرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد وأدنى الإصرار أن يسمع نفسه وقال ابن قدام رحمه الله ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير بحيث يسمع المأمومون بحيث يسمع المأمومون ليكبروا فإنهم لا يجز لهم التكبير إلا بعد تكبيره وأما المأموم فالسنة في حقه أن يخفي التكبير وسائر الذكر إلا التأمين لأنه يصلي لنفسه قال ابن مفلح رحمه الله وهو أي رفع الصوت ركن بقدر ما يسمع نفسه ومع عذر بحيث يحصل السماع ما عدمه واختار شيخنا الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمعها وذكره وجهاء نعم يستحب للإمام أن يجهر بالتكبير والانتقال بتكبيرات الإحرام وتكبيرات الانتقال وبالتسميع إذا رفع من الركوع والتسليم ليسمعه من خلفه من المأمومين هذه السنة وقد نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما المأموم فإنه يسر يخفي التكبير الصوت ما يرفع صوته بالتكبير ولا يجهر وكذلك سائر الذكر من قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الععلى والدعاء في السجود وغير ذلك يخفيه المأموم يخفيه وكذلك الإمام في غير التكبيرات التي ينتقل بها وأيضا تكبيرة الإحرام فإنه يخفي يخفي صوته في الذكر ونحو ذلك وإنما يرفع صوته فيما يحتاج فيه ليسمع المأموم ليتابع إمامه نعم قال شيخنا عفا الله عنه ويسن للمصلي أن يرفع يديه للتكبير مقابل منكبي أو إلى فروع أذنيه باسطا أصابعه ضام من بعضها إلى بعض قال ابن قدام رحمه الله لا نعلم خلافا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة وقال ابن المنذر لا يختلف أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعله ما حذو منكبي وأخرج مسلم عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدى وقد ذكر ابن حجر رحمه الله أنه قد روي رفع اليدين في أول الصلاة أنه قد روى رفع اليدين في أول الصلاة خمسون صحابية منهم العشرة المشهود لهم بالجنة وروى البهقي عن الحاكم أنه قال لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الخلفاء الأربعة ثم العشرة فمن بعدهم من أكابر الأئمة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة وذهب ابن حزم إلى أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فرض لا تجزئ الصلاة إلا به وحكي ذلك عن الحميدي وإسحاق وداود وابن خزيمة وأحمد بن يسار من الشافعية وروي عن علي بن المديني أن الرفع واجب نعم يسن رفع اليدين إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام هكذا حذو أذنيه أو حذو منكبيه لما ثبت في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين كبر حتى يجعلهما حذو منكبيه ويتكون مضمومة للأصابع مضمومة للأصابع حذو أذنيه أو حذو منكبيه هذا الأمر سنة هذا الأمر سنة وقد ذهب بعض أهل العلم من الظاهرية كابن حزم وغيره إلى أنها فرض إلى أنها فرض لأنه كل من نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقل أنه كان يرفع يديه إذا أراد أن يكبر بل روى رفع اليدين في أول الصلاة خمسون صحابيا كما ذكر ذلك ابن حجر منهم العشرة المشهود بالجنة والبيهقي يروي عن الحاكم يقول لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن النبي الخلفاء الأربعة ثم العشرة العشرة المبشرون بالجنة فمن بعدهم من أكابر الأئمة على تفروقهم في البلاد غير هذه السنة والصحيح أنها سنة وليست بواجبها أي رفع اليدين يعني لو كبر قال الله أكبر بدون رفع يدين صحة الصلاة لكنه خالف السنة قال شيخنا عفى الله عنه واختلف العلماء في حد الرفع على أقوال القول الأول من يرى أن رفع اليدين إلى فروع الأذنين أو إلى حذو المنكبين وهم الجمهور القول الثاني من يرى رفع اليدين إلى الأذنين وهم الأحناف القول الثالث من يرى التخير في ذلك وهي رواية عن الإمام أحمد وإلى ذلك ذهب بعض المالكية والحنابلة القول الرابع من يرى الرفع إلى الصدر وهي رواية عن الإمامين مالك وأحمد قال ابن المنذر رحمه الله واختلفوا في الحد الذي إليه ترفع اليد عند افتتاح الصلاة ففي حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين يكبر حتى تكون حذو منكبيه وقال بهذا الحديث الشافعي وأحمد وإسحار وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه لما افتتح الصلاة حتى هذا يا أذنيه وقال بهذا ناس من أهل العلم وقال بعض أصحاب الحديث المصلي بالخيار إن شاء رفع يديه إلى المنكبين وإن شاء إلى الأذنين وهذا مذهب حسن وأنا إلى حديث ابن عمر أميل وقال ابن قدام رحمه الله وهو مخير في رفعهما إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه ومعناه أن يبلغ بأطراف أصابعه ذلك الموضع وإنما خير لأن كلا الأمرين مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرفع إلى حذو المنكبين في حديث أبي حميد وابن عمر ورواه علي وأبو هريرة وهو قول الشافعي وإسحاق والرفع إلى حذو الأذنين رواه وائل بن حجر ومالك بن الحويرث رواه مسلم وقال به ناس من أهل العلم وميل أحمد إلى الأول أكثر قال الأثرم قلت لأبي عبد الله إلى أين يبلغ بالرفع قال أما أنا فأذهب إلى المنكبين لحديث بن عمر ومن ذاهب إلى أن ومن ذاهب إلى أن يرفع يديه إلى حذو إذونيه فحسن وذلك لأن رواة الأول أكثر لأن رواة الأول أكثر وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجوز الآخر لأن صحة روايته تدل على أنه كان يفعل هذا مرة وهذا مرة هذا الصحيح حد الرفع إما إلى حذو المنكبين وإما إلى حذو الأذونين فقد ثبت هذا وثبت هذا نعم قال شيخنا عفى الله عنه وأما وقت الرفع فقد جاءت الروايات على ثلاثة أوجه الرواية الأولى كبر ورفع يديه الرواية الثانية رفع يديه ثم كبر الرواية الثالثة كبر ثم رفع يديه وعليه فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن رفع اليدين يكون عند ابتداء التكبير مقترناً به وهو اختيار البخاري رحمه الله وذهب الحنفية أنه يرفع يديه ثم يكبر والراجح أن المصلي مخير في ذلك وإن أتى بهذا تاره وهذا تاره وهذا تاره كان أولى جرياً على قاعدة التنوع قال شيخنا بن بازر رحمه الله هو مخير إن شاء رفعهما حذو المنكبين أو حذاء الأذنين أما ما يكون بوقت الرفع متى يرفع يديه هل مع التكبير أو بعد التكبير أو قبل التكبير الأمر واسع الأمر واسع إما يرفع يديه مع التكبير يقول الله أكبر أو يقول الله أكبر ويرفع يديه أو يقول يرفع يديه ثم يقول الله أكبر كل الأحوال الثلاثة الإنسان مخير بينها لأنه الفرق يسير في الأحوال الثلاثة هذا والله أعلم ونسأل الله جل وعلا أن يمنحنا الفقه في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ونسأل الله الجميع التوفيق والإعانا والسدار ترجمة نانسي قنقر